بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الحلقة التالتة من كورس باور كويري للمبتدئين على برنامج الاكسل ان شاء الله في حلقة النهاردة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت هنعرف ازاي نستورد بيانات من على شير بوينت وفولدر وهنعمل كمان معالجة لها على برنامج الاكسل طبعا اللي مش متابعنا من بداية الكورس شرحنا فيه حلقتين شرحنا فيهم مجموعة معلومات عن الباور كويري وكمان عرفنا ازاي نستورد بيانات من ملف اكسل وملف السي اس في او من تابل داخل نفس ملف الاكسل اللي احنا بنستورد ليه الباور كويري في حلقة النهاردة هنعرف ازاي نستورد بيانات من على شير بوينت ونعمل كمان معالجة لها بالطرق المثالية وبالطريقة الصحيحة ناس كتير بتقابلها مشاكل اثناء سحب بيانات من على شير بوينت والملف الاكسل او الكوري مش بيقبل ان هو يستورد بيانات ليه لان معظم اللي بيسحب بيانات من على شير بوينت بيسحبه من على الوان درايف الشخصي اللي موجود عليه البيانات بتاعتك طيب قبل ما تعمل كده او قبل ما تسحب بيانات اعمل ايه اعمل جروب او تيم على اه تيمز او اعمل فولدر داخل الوان درايف يكون مستقل وضيف ليه البيانات بتاعتك وهنعرف نعمل كده ازاي دلوقتي ونعرف ازاي نستورد بيانات من على الشير بوينت لو انت اول مرة تزور القناة اشترك معنا وفعل الجرس على كل الاشارات علشان توصلك بديهات جديدة وقت تحملها على طول ان شاء الله ولو عجبك الفيديو دوس لايك ولو فيه اي سؤال اكتبه في التعليقات ولو انت مشترك معنا من قبل كده اهلا بيك مرة تانية ولو انت مش متابعنا من بداية الكورس تابع الحلقات اللي فاتت هتستفيد بشكل كبير جدا يلا بنا نعرف ازاي نستورد بيانات من على الشير بوينت اول حاجة زي ما قلنا ان احنا مش هينفع نستورد بيانات من على الملف الشخصي اللي موجود عليه البيانات يعني هفترض ان انا عندي دلوقتي مسلا فولدر وعليه البيانات لو جيت اسحب البيانات اللي هنا من على الشير بوينت من على الباور كويلي مش هيقبل ويزهر لي ارور في سحب البيانات لكن احنا دلوقتي عملنا جروب على الشير بوينت ممكن تعمله من على برنامج تيمز لو انت عندك تعمل شير بوينت فولدر وبعد كده هتضيف البيانات اللي عليه هفترض ان انا خلاص عندي الفولدر على الشير فولدر وي محتاج اسحب بيانات من عليه احنا هنا هنسحب كل البيانات اللي موجودة على الشير بوينت فولدر او الجروب اللي عليه كل البيانات هنعمل ازاي اول حاجة هندوس على كوبي لينك هنا مش شرط ان انت تحدد الفولدر معين اللي انت هتسحب من عليه البيانات احنا كده هنعمل نسخ للفولدر وندخل تاني على ملف الاكسل زي ما قلنا وعرفنا في الحلقات اللي فاتت ان الباور كويري دي الايكونات الخاصة بيها من على داتا هنلاقي جيت اند ترانسفورم داتا هندخل عند جيت داتا هنلاقي فروم فايل هنلاقي في حاجة اسمها فروم شير بوينت فولدر هندوس عليها هيفتح لنا تبويب هنضيف فيه اللينك الخاص بالشير بوينت فولدر طبعا زي ما هو واضح دلوقتي ان اللينك بشكل كبير جدا ولو سحبنا بنفس الداتا بنفس اللينك كده هنجرب وندوس على اوكي هنلاحظ انه هيظهر هنا انه مش قادر يسحب البيانات من على الشير بوينت هندوس على ايدت هنا وهنعدل حاجة بسيطة هنا في الفولدر هنمسح كل الداتا بعد اسم الفولدر يعني اسم الفولدر هنا اسمه ايه فروم شير بوينت فولدر فهنا اسم الفولدر فروم شير بوينت فولدر هنمسح كل الداتا اللي بعد الكلمة دي وفيه حاجة هنا الرموز او الحروف اللي هنا هنمسح كل الحاجات اللي موجودة قبل اسم الفولدر هنسيب علامة واحدة فقط اللي هي علامة الاسلاج دي واسم الفولدر بعد كده وندوس على اوكي سيما احنا شايفين ابتدأ يحمل البيانات وظهر لنا هنا كل الفيولات اللي موجودة داخل الفولدر ده سواء الفولدر او لو في فولدرات داخل الفولدر الاساسي زهر البيانات اللي موجودة فيه سحب كل البيانات اللي موجودة وابتدأ يزيرها هنا في الجدول اللي احنا شايفينه. طيب الخطوة اللي بعد كده اعمل ايه? انا محتاج فايلات معينة او امتداد معين للفايلات او محتاج اسحب فولدر معين. اعمل ايه? ادخل على transform data. هنلاقي البيانات ظهرت بالشكل ده. وفيه هنا كل بيانات خاصة بالفايلات اللي موجودة داخل الشير بوينت فولدر. هنلاقي هنا مسلا اسم الفايل بتاع الفايل سواء سي اس في او 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 هنا التواريخ او بتاعة الفايلات دي او اللينك الخاص بالفايل اللي هنا. طبعا انا مش شايف الاسم الفايل هنا ومش هعارف اوسع الخلية او الكولم اللي هو فيه الداة دي. اعمل ايه? هندوس هنا كريك يمين. هنلاقي فيه حاجة اسمها موف تو بيجننج. هنلاقي ان الفولدر او العمود اللي فيه المسار اتحرك له النهاية. هنوسع الفولدر او المسار بالشكل ده علشان يكون ظاهر ونرجعه مكانه علشان ترتيب البيانات يكون بنفس الطريقة نعمل موف تاني ونعمل تو اند. هنلاحظ ان الفايل هنا اتحرك للاخر وظاهر فيه اماكن الفايلات. او المسار الخاص بالفايلات او اللينك الخاص بالفايلات. انا محتاج اسحب ايه من هنا? هنشوف على الشير بوينت فولدر زي ما احنا شايفين انا محتاج مسلا اصحب الفايل اللي فيه عشرين خمسة وعشرين. بس معلومة مهمة جدا لازم تسحب الملفات اللي فيها نفس العنوين او نفس الجداول داخل ملف الاكسل. يعني مسلا هنلاحظ ملف الاكسل ده اللي هو اسمه باور كويري ريل داتا. هنلاقي البيانات اللي فيه مختلفة عن البيانات اللي هي فيها ايه? كاستومر داتا. يبقى ما ينفعش اسحب الفايلين دول مع باور كويري واحد او مش هينفع داخل باور كويري واحد. هيسحب بيانات من فايل والبيانات الفايل التاني هيلاقيها مش مطابقة. يا اما هيضيفها في اعمدة تانية فهتكون مجاورة مش متطابقة مش هيتعمل لها او اه انه مش هيسحبها بشكل نهائي. فالحل ده ان انا لازم اسحب البيانات. يعني انا مسلا عندي بيانات شهر يناير فبراير ومارس ابريل. دي بيانات خاصة بشين اربعة عشرين او عشرين خمسة عشرين. هينفع اسحبها مع بعض. لان العنوين هتكون سابتة في كل الجداول او في كل شهر. فحنا لما هنسحب هنا الفايلات هنسحب فايلات خاصة بنفس الدياتا اللي موجودة داخل ايه? طيب انا محتاج اسحب البيانات اللي موجودة داخل عشرين خمسة عشرين فقط. مش كل البيانات اللي موجودة داخل الشير بوينت فولدر اللي انا بسحب منه البيانات. هنعمل ايه? وهنعملها بشكل ديناميكي علشان مستقبلا تعمل الطريقة دي وتنساها كل يوم تعمل للداتا. البيانات هتكون عندك بشكل سهل وبسيط. بدلا من ان يظهر عندك كل يوم ارر على الشير بوينت وتدور على المشكلة فين? واوقات المشكلة مش بتكون ظهرة بشكل كافي عشان تقدر تحل المشكلة دي. هندخل على اللي انا محتاج اسحب البيانات منه. عندك اكتر من طريقة. ان انا ممكن اسحب الفولدر او داتا من الفولدر اللي هي فيها عشرين خمسة عشرين فقط بس هي مش ظهرة هنا. يبقى انا ممكن اعمل ايه? ادخل على تيكست. واختار هنا اي فولدر او اي بيانات فيها عشرين خمسة عشرين. بس خلي بالك لو انت عندك مسلا عشرين خمسة عشرين من داتا معينة وعشرين خمسة عشرين من داتا مختلفة هيكون في مشكلة عندك في سحب البيانات. يبقى انت لازم تحدد هنا عشرين خمسة عشرين خاصة بايه بالزبط. يبقى انا هجيب مسلا امتداد معين للفايل ده او ويكون فيها ويكون فيها عشرين خمسة وعشرين. هدخل مسلا انا ما عنديش هنا بيانات متقررة في عشرين خمسة وعشرين من اكتر من فولدر. يبقى انا هسحب فقط عشرين خمسة وعشرين وهندوس على او كي. هللاحظ هنا في وموجود فولدرين فقط اللي هو و هنلاقي هنا ان الفايلين اللي تسحبوا و دي الملفات اللي اتسحبت. احنا كده خلصنا الجزء الاول وهو ان انا ايه البيانات اللي ممكن اسحبها واسحبها ازاي من على